موسيقى الثالثة تماما أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى موجز لأهم الأنباء أرجع مجلس النواب جلسته المقرر اليوم لنصف ساعة بسبب عدم توصل الاتفاق النهائي بشأن توزيع الدوائر الانتخابية لبعض المحافظات أكدت النائب عن تحالف القوى زيتون الدليمي أن خلافات القوى السياسية بشأن خمسة محافظات سوف لن تحسم في جلسة اليوم وقالت الدليمي أن لجنة القانونية ما زال تواجه صعوبات في توزيع الدوائر الانتخابية في محافظات بغداد ونينوى وديالا وكاركوك وصلاح الدين وأضافت أن جلسة البرلمان سوف لن تحسم خلافات الكتل بتوزيع جداول تلك المحافظات الخمس مرجحة أن الخلافة سينتهي خلال الأسبوع الحالي أو بعده على الأكثر أعلنت مجموعة من القوى السياسية عن تشكيل تكتل سياسي سني جديد يضم أكثر من ثلاثين نائبا قالت القوى السياسية في بيان أن خمسة وثلاثين نائبا يمثلون جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة وسامة نجيفي وكتلة الجماهير الوطنية بزعامة أحمد الجبوري أبو مازن والمشروع العربي بزعامة خميس الخنجر والحزب الإسلامي بزعامة رشيد العزاوي والتجمع المدني للإصلاح بزعامة سليم الجبوري فضلا عن مساهمة نواب مستقلين اتفقوا على التعاون عبر تشكيل جبهة برلمانية قالوا إنها انبثقت لوقف التداعي وإنصاف المظلومين وضاف البيان أن المجتمعين أكدوا أنهم يهدفون إلى زرع الثقة والأمل في المستقبل والرد على التحديات التي تشتد ضراوة وقسوة كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن عقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر لتقييم الإجراءات فيما يخص مذكرات التفاهم مع الدول الثلاث فرنسا وألمانيا وبريطانيا ومن ثم تقييم الأداء فيما يتعلق بالإصلاح الموجود في الورقة البيضاء قال الكاظمي عملنا خلال الجولة الأوروبية التي قمنا بها على إجراء عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من أجل توثيق العلاقات الاستراتيجية في المجال الاقتصادي والثقافي والأمني ونطالب وزارة الخارجية لعمل على متابعة هذه المذكرات مبينا أنه تم تطرق إلى الورقة الإصلاحية البيضاء ودعم الدول الأوروبية للورقة البيضاء من أجل تطوير أداء المؤسسات الاقتصادية والمالية وصلنا إلى أرض الوطن من جولة أوروبية عملنا على إجراء مجموعة التفاقيات ومذكرات التفاهم من أجل توثيق العلاقات الاستراتيجية في مجال الاقتصادي والثقافي والأمني وأطلب من وزارة الخارجية لعمل على متابعة هذه المذكرات وكذلك تم التطرق إلى الورقة البيضاء الورقة الإصلاحية ودعم الدول الأوروبية للورقة الإصلاحية من أجل تطوير أداء المؤسسات الاقتصادية المالية وسوف نعقد اجتماع لمجلس وزارة كل ثلاثة أشهر لتقييم الإجراءات في مخص المذكرات التفاهم مع الدول الأوروبية تراث فرنسا ألمانيا وبريطانيا ومن ثم تقييم الأداء في عملية إصلاح في الورقة البيضاء هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة وشر صالح في رسالة بعثها إلى جوتيريش إلى أن العالم الذي يواجه اليوم خطر فيروس كورونا بكل تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية هي مناسبة تؤكد أهمية التكاتف الدولي لمواجهة هذه التحديات وضف صالح أن العالم يواجه تحديات كبيرة أبرزها الإرهاب مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهد الدولي لمحاربته والقضاء على مصادر تمويله عبر مكافحة الفساد باعتباره الاقتصاد السياسي للعنف والإرهاب ولفت إلى أن العراق يقف داعما للقيام والمبادئ التي تحملها الأمم المتحدة من أجل إرساء السلام العالمي وأكد صالح أن العراق يتطلع إلى استمرار الدعم الأممي للشعب العراقي في مواجهة التحديات لافت إلى أن استحقاق الانتخابات المقبلة يستوجب ضمان نزاهتها وتحقيق الإرادة الحرة للمواطنين بعيدا عن التزوير وتلعب جددت منظمة الأمم المتحدة التزامها للعراق بتحقيق مستقبل أكثر إشراقا وعدلا وازدهارا لجميع العراقيين وقالت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جينين بلاسخارت في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة إن العراقيين جزء من المنظمة وهي جزء منهم مثمنة مساهمة العراقيين في الأمم المتحدة سواء كان ذلك في العراق كموظفين وطنيين مهمين لعمليات البعثة أو دوليا فيما أو بما في ذلك من مناصب قيادية عليا في عموم منظمة الأمم المتحدة وأشارت إلى أن العراق اليوم مشارك فاعل في العديد من برامج وسياسات الأمم المتحدة على مستوى العالم قرر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات فتح مراكز تسجيل الناخبين المنتشرة في عموم البلاد طيلة أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت استعدادا لانطلاق مرحلتين تحديث سجل الناخبين وتوزيع البطاقة البيومترية تحضيرا لإجراء الانتخابات المقبلة واستنفر المجلس كافة الملكات الوظيفية في جميع مواقع العمل لدعم وأسناد عمل مراكز التسجيل لزيادة نسبة التسجيل البيومتري وتوزيع البطاقة الالكترونية ودعا جميع الناخبين الذين لم يقوموا بعملية تسجيل البيومتري لمراجعة أقرب مركز تسجيل بالقرب من سكناهم أكدت وزارة الداخلية وجود اتصالات وتفاهمات مع قادة الحراك والنشطين في التظاهرات المزمع إقامتها يوم غد الأحد في الذكرى الأولى لانطلاق تظاهرات تشرين وقال النطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة أن هناك اجتماع أو اجماع على أن تكون التظاهرات سلمية وحضارية ومدنية وضف أن هناك مطالب جماهرية وجدت طريقها للتحقق والحكومة جادة وعازمة على إكمال مشوار الإصلاح وقد لقت إجراءاتها السابقة أصداء طيبة بين المحتجين أشار إلى أن وزير الداخلية عثمان الغانمي وخلال الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع القادة الأمنيين وأكد خلالها على ضرورة توفير الخطط الأمنية الكفيلة بحماية المتظاهرين والمحتجين وتوفير الأجواء المناسبة لهم مشددا على حماية المنشآت وعدم السماح لبعض الذين يحاولون تحريف سير التظاهرات السلمية وتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة ولفت المحنى إلى أن هناك خطط أمنية اتبعتها قيلة العمليات لبعض منها لتضمن قطعات الهدف منها حماية المتظاهرين أعلنت هيئة النزاهة إيقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين والحكوميين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية وقال مدير دائرة الوقاية في الهيئة معتز العباسي إن رئاسات الثلاث وكل الوزراء قدموا ذمامهم المالية باستثناء وزيري المالية والاتصالات وأضاف أرسلنا قوائم الممتنعين عن النواب أو من النواب والمسؤولين الآخرين بما في ذلك الوزراء وطلبنا من الجهات المعنية إيقاف صرف رواتبهم لحين تزويد الهيئة بالكشف وأكدا على أنه في حال استمرار الامتناع ستتخذ هيئة النزهة إجراءات مشددة وفي مقدماتها فتح دعاوى جزائية ضدهم وأوضح مدير دائرة الوقاية أن هيئة النزهة تهدف من خلال الكشف والإفصاح المالي للمسؤولين في الدولة إلى رصد ومتابعة الكسب غير المشروع وبالتالي تضييق الخناق على قنوات الفساد لغرض حماية المال العام من النهب والسرقة أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أثارت ردود فعل عربية وأسلامية واسعة وأشعلت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسط تصعد الدعوات لمقاطعة شاملة لفرنسا ودشن نشطاء عدة في دول عربية وأسلامية حملات الكترونية تدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية في العالمين العربي والإسلامي أتصدرت الوسوم والهاشتاجات المناهضة لفرنسا مواقع التواصل الاجتماعي منها مقاطعة المنتجات الفرنسية وماكرون يسيء للنبي وهاشتاج إلا رسول الله ورسولنا خط أحمر وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاذا شديدا لهجة إلى إثيوبيا بسبب خرقها اتفاق سد النهضة وقال إن الأمر خطير جدا وقد ينتهي بقيام مصر بتفجير السد وقال ترامب إن الإثيوبيين توصلوا إلى اتفاق حول السد لكنهم خرقوا الاتفاق ولا يمكنهم أن يفعلوا ذلك وأضاف أن الوضع خطير جدا وأن مصر لا تستطيع أن تستمر على هذا الحال وسينتهي المطاف إلى نسف السد وصلت مشاورات تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في الرياض إلى مرحلة متقدمة بين جميع الأطراف في ظل حسم العديد من المواضيع وسط توقعات بأن تعلن خلال الأسبوع الحالي بعد إكمال باقي التفاصيل حول أسماء الوزراء والوزرات المحددة لكل طرف وقالت مصادر مطلعان المشاورات قطعت شوطا كبيرا واقترب معها موعد علان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بعد أشهر من النقاشات والمشاورات في العاصمة السعودية الرياض المصادر أكدت أنه تم الاتفاق على تقسيم 20 وزارة من أصل الوزارات الأربع وعشرين مناصفة بين الجنوب والشمال يحصل المجلس الانتقالي الجنوبي على أربع وزارات كلها من حصة الجنوب فيما يحصل حزب التجمع اليمني للإصلاح على أربع وزارات منها ثلاث من حصة الشمال وواحدة جنوبية ختام المجلس مشاهدين الكرام شكرا لكم وعلى اللقاء اشتركوا في القناة